الله أكبر الله أكبر الله أكبر إسقاط الروحية فوق مدينة طبال يمثل هذا المشهد ذكرى من ذكريات الحرب الإرهابية السوداء التي استهدفت كل شيء في سوريا ولم يكن قطع التعليم بمنآ عنها عندما قامت العصابات الإرهابية المسلحة باستهداف طائرة مروحية فوق مدينة نبول والزهرة بالريف الشمالي لحلب أثناء حصارهما سابقا وكانت المروحية تنقل كوادر من وزارة التربية وأوراق شهادة التعليم لمدينة نبول والزهرة مشهد آخر لقوافل الشهداء سبع موظفين وطاقم المروحية تم تشيعهم في موكب شارك فيه أهل نبول والزهرة مشهد لا ينسى ألم الفراق كان كبيرا على الأهل ولكن الرسالة كانت أسمى وهي باقية معهم يستحضرونها دائما وفي عيد المعلم نستذكر معهم هو ضحى في حياته مشان العلم مشان أبناءه مشان العالم كلها لأن نيتو العلم هو أول شيء وآخر شيء هو أهم شيء بالحياة كان كتير كتير مسابر إنسان مسابر بيحب عمله كتير كتير من نوع الإنسان جدي بالحياة كان يحب العلم كتير كان حلمه بالحياة يشوف كل شيء حواليه نيتو متعلم وبيحب هالعلم هذا وبيحب الولاده كمان كانوا كل ياتهم نطلعوا من الأوائل يعني من ناجحين بحياتهم الحمد لله رب العالمين نحن بتاريخ 2013-2036 تلقينا نبأ استشهاد والدي من أحد أصدقائه بعمله كان النبأ كالصائقة صراحة يعني بس الحمد لله نحن نفتخر فيه ونرفع رأسنا بالتضحية اللي قدمها هو قدم تضحية قدم تضحية كبيرة بتعبر عن مقدار هو ارتباطه بوطنه ارتباطه ومحبته للعلم طبعا نحن بعد فترة تواصلنا مع أهل نبأ الشرفاء يعني وهنا نعتبروه من أبناءهم وأخوتهم واهتموا بدفنه بتشيعه وبجناسته وتواصلوا معنا أثناء الدفن والتشيع كان دفن والتشيع لائق يعني بشهيد ضحى بنفسه أنا بفتخر بشهادة والدي وبيعتبره ويسام حملنا ياه والحمد لله على شهادته رفع لنا راسنا ورح نكمل إن شاء الله على مسيرة البابا لقينا خبر كتير سيء بسنة 2013 وكانت مثل الفاجعة لألنا وكان خبر وفاته كتير صعب وخاصة لألي كانت علاقتي مع بابا كتير قوية كنا مثل الأصدقاء وكان حنون كتير علي وقبل بنهار حكى معي وقال لي كيف دي راستك وقال لي الله يرضى عليكي وبتمنى تكفي علمك منيح استلمت الخبر ببدايته كتير كان صدمة بعد حرفيا من جوه حسيت حالي أنه خلص والدي عريس شهيد يعني أسود ما لبست خلص أنا هو طلبه هو ناله فمعد في شيء أنه يخليني أفتخر أكتر من هيك عرفت يعني أنه خلص الحمد لله رب العالمين كان أشبه بحرفيا أنه زف لأله لن ننسى من قدم لأجل علم أبنائنا فسلام لكم وسلام على أرواحكم الطاهرة